موسيقى الرئيس السيسي يتوجه اليوم الى برلين للمشاركة في حوار بيترزبيرج للمناخ المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ينفي تعرض مصر لازمات نقص واختفاء للسلع الغزائية جراء تدعية الازمة العالمية روسيا تعلن اسقاط طائرتين اوكرانيتين وتندد بتهديدات كياب حول مهاجمات القرمة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم تكتسب زيارة رئيس عبدالفتح السيسي لالمانيا اهمية كبرى لما لها من اثر كبير في الدفع قدما بمسيرة تعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتنظر المانيا بعين الاعجاب لسرعة انجاز المشروعات القومية وطموح عملية التنمية في مصر هذا الخبر والمزيد في سياق هذه النشرة يتوجه الرئيس عبدالفتح السيسي اليوم الى العاصمة الالمانية برلين بناء على دعوة من المستشار الالماني اولاف تولتز للمشاركة في فعاليات حوار بيترسبرغ للمناخ غدا وذلك برئاسة مشتركة بين مصر والمانيا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان حوار بيترسبرغ للمناخ يعد احدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر فبراير عفو النوفمبر القادم وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنصيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ حيث تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديرا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي في اطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية هذا ومن المقرر أن تشهد زيارة لقاء رئيس السيسي مع عدد من المسؤولين الألمان وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف تشولز وذلك لبحث سبول تعزيز العلاقات التنائية على كافة الأصعيدة في اطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكتف حول القضايا محل الاهتمام المشترك تطور كبير في العلاقات المصرية الألمانية خلال السنوات الماضية على كل الأصعيدة بما يكشف مدى توافق الرؤى بين قيادتي البلدين حول المجالات كافة مصر وألمانيا قدمتها خلال السنوات القليلة الماضية نموذجا يحتدى به في تعاون بين أفريقيا وأوروبا حول المجالات التنموية والقضايا الإقليمية العلاقات المصرية الألمانية لا تقع في خانة العلاقات الروتنية بين الدول ولكنها علاقة نوعية متطورة تكشف مدى إيمان الدولتين بقدراتي وأهمياتي كل منهما للآخر فالدور الريادي لمصر بالمنطقة والخطوات الواسعة التي خططها لاستعادة مكانتها إقليميا ودوليا في عهد الرئيس السيسي يعد من العوامل المؤثرة التي دفعت ألمانيا لتعزيز شراكة بين القاهرة وبرلين ربما لم تشهدها عقود من العلاقات الثنائية بين البلدين كذلك حركت الخطط التنموية لمصر بوصلة شركاء التنمية الألمان للمشاركة في عتد كبير من المشروعات القومية بين البلدين من بينها محطات كهرباء وإنتاج الهيدروجين الأغضر والقطار السريع فقد بدى واضحا حرص الحكومة الاتحادية في ألمانيا على دعم جهود المصرية في بناء دولة حديثة كما تحرس القاهرة بدورها على تنويع تعاون مع الدول الكبرى مثل ألمانيا والتي ترى فيها شريكا كبيرا ومهما في أوروبا ذلك لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب التقارب المصري الألماني ترجمته سبع سنوات من التعاون الثنائي الفعال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أنجلا ميركل والتي حرست على التبادل المستمر للرؤى مع الرئيس السيسي بشأن كافة الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ما أحدث تحولا نوعيا في الشراكة بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية إذن تقارب ترجمته زيارات ولقاءات شبه دورية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وميركل حيث زار الرئيس السيسي ألمانيا أعوام 2015-2017-2018-2019 وقامت المستشار الألماني بزيارة مصر عامي 2017-2019 كما التقي في عدد من المحافل الدولية منها قمة العشرين باليابان والسبع الصناعية الكبرى بفرنسا كذلك شهدت العلاقات بين القاهرة وبرلين زيارات لكبار رجال الدولة بهدف تعزيز التعاون المستمر بين البلدين رأس السلطة الجديد بمكتب المستشاري الألماني أولف شلوتس كان على دارب ميركل بإيمانه بمدى أهمية العلاقات بين القاهرة وبرلين فحرص على تبادل الاتصالات مع الرئيس السيسي كما وجه شعلت سيكاليمال الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس خلال مراسم توقيع عقود بين مصر وشركة سيمينز العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالية أطوال حوالي ألفين كيلو متر أساس راسخ للعلاقات بين مصر وألمانيا نجحت قيادة البلدين في وضعه ما يدعم نموذجا للتعاون ما بين أوروبا المتقدمة وأفريقيا الواعدة بما يحقق مصالح شعبهما معي عبر الهاتف الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية دكتور جمال هذه الدعوة من المستشار الألماني أولاف تشولز للرئيس السيسي لزيارة برلين إلى أي مدى تترجم استمرار النهج الألماني في التعاون مع مصر طبعا نحن نتحدث عن دولة خائدة في التحاد الأوروبي ودولة أيضا خائدة ورائدة نسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحن نتحدث عن دعاون أو نموذج للتعاون المسمر بين الدولتين لكن طبعا هذه الزيارة بتأتي لها خصوصية وخاصة أن هذه الزيارة بتأتي في إطار حوار المناخة التي تعقده ألمانيا في برلين وهذا الحوار طبعا بيوقع سنويا في ألمانيا بمشاركة مع الدولة التي تصدق مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات الملكية هذا الحوار أيضا يسبق أو هذا المؤتمر الذي سوف ترأسه مصر وألمانيا ومشاركة معه والدولتين مشاركة نفروف يرسوا هذا المؤتمر وسيحضره وفود أربعين دولة هذا المؤتمر يسبق مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية التي تتبع في شرم الشير في نوفمبر القادم فبالتالي هناك تشعرات أضيف إلى ذلك أن هناك قضايا مشتركة على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي بين مصر وبين ألمانيا هناك تعاون في مجالات عدة على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي هناك علاقة وضيقة بين الدولتين في معظم القضايا هناك يقد يكون تشابه أو تطابق في وجهات النظر بشأن القضايا الدولية نعم فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية يعني الرئاسة المشتركة لحوار بيترسبرج للمناخ إلى أي مدى يسهم في التنسيق المصري الألماني تحضيرا لقمة المناخ القادمة ومن تم حرص الرئيس السيسي على إيصال صوت الدول النامية إلى الدول الكبرى خاصة فيما يتعلق بمسؤولياتها عن التغيرات المناخية هو بيعتبر مختمر تمهيدي لهذا المختمر الذي سوف يعقد في شرم الشيخ ومن المعتاد أن يجرى هذا المختمر سنويا بالنسبة في ألمانيا مع الدولة التي سوف يعقد فيها المختمر فبالتالي طبعا هنا المهم قد يناقش بعض القضايا التي ستناقش بشكل أوتع في مختمر قمة شرم الشيخ نعم طيب إذا ما نظرنا إلى تعاون المصري الألماني مؤخرا وهو مرتبط بهذه القضية قضية التغيرات المناخية هناك مشروعات مشتركة خاصة بالهايدروجين الأغضر أيضا القطار الكهربائي السريع صديق للبيئة هذه أيضا نوع من أنواع التمهيد لما يحتاج العالم الآن من مشروعات صديقة للبيئة دعما لملف التغيرات المناخية بلا شك ألمانيا دولة متقدمة في الصناعات التكنولوجية ولا الصناعات التي تعتمد على الصاق النظيفة مثل الهيدروجين ومثل القهرباء فبالتالي كان من المقدر لمصر أن تلجأ إلى الدول الغائدة في هذا المجال وألمانيا على رأس هذه الدول سواء ألمانيا أو اليابان نعم مصر وألمانيا أيضا تجمعهما شراكة كبيرة وواضحة مع أوروبا ومع القارة الأفريقية في رأيك إلى أي مدى هذا يدعم هذا الملف على المستوى الأفريقي سواء على مساوى التغيرات المناخية أو حتى على المستوى الاقتصادي مصر دولة أفرع سوية ولديها أقدام رصيخة بالنسبة لأفريكا ولديها علاقات متميزة مع دول القارة الأفريقية وكذلك ألمانيا بالنسبة دولة رائدة في دول الاتحاد الأوروبية بالتالي هذا من شأنه أن يعزز التعاون الأوروبي الأفريقية والأفرو الأوروبي بين مختلف البلدان ولسيما هناك مؤتمرات وتعقد بين دول الدول الأربية ودول القارة الأفريقية في هذا المجهد نعم التنسيق فيما يتعلق بالقضايا السياسية محل الاهتمام المشترك أيضا هو مهم هل ترى أنه سيكون جانبا من هذه الزيارة أم سيتم تسليط الضوء بشكل رئيسي على ملاف واحد فقط وهو ملاف التغيرات المناخية لا أنا أعتقد على مستوى اللقاء السناء الذي سوف يعقد بين رئيس بعد فتاح السيسور والمستشار الألماني سوف يتم تناول بعض القضايا السياسية والقضايا الأمنية لكن على مستوى الحوار بيترسبرج سوف يتم تناول قضايا المناخ أشكرك دكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية ترجمة نانسي قنقر أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده بالشراكة مع مصر خلال لقائه مع رئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة جدة للأمن والتنمية وخلال تغريدة أعقبت القمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوضح بايدن أن الشراكة مع مصر تأتي لمناقشة التحديات الإقليمية والعالمية مؤكدا أن هناك قدرا كبيرا من الجدارة في العمل عن كثب في الولايات المتحدة ومصر جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تأكيد على حرص الدولة على العمل الدؤوب لتجهيج لمؤتمر المناخ كاب 27 بشقه الموضوعي والتنظيمي بشكل يعكس مكانة مصر ودورها القيادية الإقليمية والدولية في هذا الملف الحيوية جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في التفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقارر عقادها في نوفمبر القادم بمدينة شرمشيخ واتترق الاجتماع أيضا إلى الموقف التنفيذي للشق اللوجستي الذي تقوم به الشركة المكلفة بذلك كما تناول الشقة التقنية الخاص بالموقع الإلكتروني للمؤتمر والمحتوى الخاص به وما يتضمنه من تسهيلات وخدمات للمشاركين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على استمرار نجاح تجربة المدارس المصرية اليابانية ودعمها للحفاظ على ما تقدمه من خدمات تعليمية ذات جودة عالمية وخلال اجتماع المتابعة لموقف المدارس المصرية اليابانية أشر مدبولي إلى وجود توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التوسع في هذه التجربة على مستوى الجمهورية والعمل على توفير إدارة محترفة لتلك المدارس تسهم في المحافظة على المستوى التعليمي المتميز المقدم من خلالها مع إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وذلك وفقا للنظام الياباني المطبق بها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء بشأن تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غدائية جراء تداعية أزمة الغداء العالمية وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء مؤكدة على توافر السلع بجميع أنواعها بكافة الأسواق على مستوى الجمهورية إلى جانبه توافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن ستة أشهر وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 417 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 32 طن من المواد الغذائية في مجالي الاستلاء على السلع المدعومة ودعم وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 623 قضية من بينها 164 قضية خبز ناقص الوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات فضلا عن ضبط خمس قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 74 طن من الأقماح المحلية وذلك في مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريدي وتداول القمح المحلي شاهدت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بوليس فهمي اسكندر أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدود بالمحكمة وهم المستشار صلاح يوسف نائبا 11 لرئيس المحكمة والمستشار محمد عباس نائبا 12 لرئيس المحكمة كما أداء أيضا اليمين القانونية لأعضاء الجدود بهيئة المفوضين بالمحكمة وهم المستشار الدكتور مظهر فرغلي رئيسا بهيئة المفوضين والمستشار هشام سكر مستشارا بالهيئة والدكتور محمد طه مستشارا مساعدا بالهيئة وبهذه التعينات اكتمل عقد المحكمة بأن أصبح تشكيلها متضمنا لكافة الجهات والهيئات القضائية قالت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت طائرة هليكابتر أوكرانية من طراز 117 قرب سولفايانيكسك في شرق أوكرانيا وطائرة أخرى من طراز 25 في منطقة خركافة وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ روسية طويلة المدى دمرت مستودعا في منطقة صناعية بمدينة أودسا جنوبي أوكرانيا وأشارت إلى أنه كان يحتوي على صواريخ مضاد لصفن من طراز هربون قدمتها دول حلف شمال الأطلنطي لأوكرانيا قال رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس للتحاد الروسي أن تهديدات كييف بمهاجمة القرم تؤكد ضرورة نزع السلاح في جميع أنحاء أوكرانيا وأضاف كليشاس أن عدم نزع السلاح في أوكرانيا يمثل خطرا وتهديدا دائما لبلاده ومواطنيها وبنيتها التحتية بحسب تعبيره وكان المتحدث باسم رئاسة الروسية داماتري باسكوف قد أعلن في وقت سابق أن الجيش الروسي يتخذ كل ما يلزم من تدابير لضمان أبن شبه جزيرة القرمة مؤكدا أن التهديدات التي يطلقها الجانب الأوكراني معروفة للسلطات الروسية ويتم أخذها في الاعتبار أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا ميخايل ميزانسافا أن القوات الأوكرانية لغمت جسرا في مقاطعة زابا روجيا اتهام القوات الروسية بتدمير البنية التحتية وأضاف أن العسكريين الأوكرانيين يواصلون استخدام المؤسسات التعليمية والمرافق الاجتماعية لأغراض عسكرية ونشر أسلحة ثقيلة في الأحياء السكنية في سلوفيان نسكل بالإضافة إلى خاركييف وأوديسا مؤكدا أن القوات الروسية لا تشنوا ضربات على أهداف مدنية من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تعزز موقعها الدفاعي في المناطق التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن التعزيزات تشمل حركة القوات والعتاد بين ماريوبول وزابا روجيا وفي خير الصون مشيرة إلى أن القوات الروسية في مليتوبول تزيد من الإجراءات الأمنية قالت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 4.830.000 لاجئ منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأوضحت الوكالة أن البلاد استقبلت أمس نحو 23.600 لاجئ وفدين من أوكرانيا مقابل 25.100 لاجئ في اليوم السابق عليه فيما غادر مليونان وتسعمائة ألف لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي ترجمة نانسي قنقر يبحث وزراء خارجية الدول الاتحاد الأوروبي غدا تشديد العقوبات على روسيا في وقت تتهم فيه موسكو باستخدام محطة زابروجيا للطاقة النووية لنشر قاذفات وإطلاق سواريخ على المناطق المحيطة بالمنشأة في جنوب أوكرانيا ومن المرتقب أن ينظر وزراء الخارجية لدول الاتحاد في أمور عدة من بينها مقترح للمفوضية الأوروبية يقضي بحضر مشتريات الذهب من روسيا لمواءمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع تلك تابعة لشركائه في مجموعة السبعة كما يهدف مقترح أخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي إلى ذلك منعت الخلافات بين وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بمجموعة العشرين من إصدار بيان رسمي في ختام اجتماعاتهم في جزيرة بالي الإندونيسية من جانبها أصدرت إندونيسيا بيانا صحفيا أوضحت فيه عدم وجود توافق بين كبار مسؤول قطاع المال في دول مجموعة العشرين بشأن أزمة الغزاء العالمية التي تفاقمت خلال الفترة الماضية بخفة حنين انتهى اجتماع كبار مسؤول قطاع المال في دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية حيث لم يصدر بيان مشترك بسبب خلافات بين الدول حيال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبدلا من البيان الختامية أصدرت إندونيسيا التي تحاول التوفيق بين حيادها في النزاع من جهة واستضافتها قمة مجموعة العشرين لهذا العام من جهة ثانية بيانا باسمها ذكرت فيه هذه التناقضات هذا البيان الإندونيسي جاء فيه أن الكثير من الأعضاء اتفقوا على أن تعافي الاقتصاد العالمي قد تباطأ ويواجه انتكاسة كبيرة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي تمت إدانته بشدة كما تحدث البيان عن عدم وجود توافق في الأراء بشأن أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية مضيفا أن غالبية الأعضاء اتفقوا على أن هناك زيادة مقلقة في عدم أمن الغذاء والطاقة الاجتماعات شهدت مواجهة جديدة بين الغربيين الذين يحملون موسكو مسؤوليات التأزم الاقتصادي العالمي والروس الذين يحملون الغرب مسؤولية تدهور الاقتصاد العالمي من خلال العقوبات التي فرضها على موسكو وخلال الاجتماع الذي استمر يومين سعى المشاركون إلى إيجاد حلول لأزمتي الغذاء والطاقة الدوليتين وتسارع التضخم دون التوافق على توصيات تحقق المأمول أفادت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية أن سلسلة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة فقمت الضغوط على البنوك المركزية حول العالم ودفعتها لأن تحذو حذوه لمواجهة التضخم المرتفع وارتفاع قيمة الدولار وكشفت الصحيفة عبر موقعها رسمي أن ارتفاعات الاحتياطي الفيدرالية بما في ذلك إقرار أول زيادة قدرها 75 نقطة منذ عام 1994 والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمية أدت إلى دعم الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات قالت الحكومة الروسية أنها زادت حصة صادرتها من زيت وبدور عباد الشمس مشيرة إلى وجود إمدادات محلية كافية وكانت روسيا قد حذرت تصدير بدور عباد الشمس منذ نهاية مارس حتى نهاية أغسطس وفرضت حصة كبيرة على تصدير زيت عباد الشمس لتجنب نقص المعروض في البلاد وتخفيف الضغوط على الأسعار محلية وقالت الحكومة أن حصة تصدير زيت عباد الشمس زادت بمقدار 400 ألف طن على الحد الأقصى السابق للتصدير البالغ 1.5 مليون طن في حين رفعت حصة تصدير بذور عباد الشمس بمقدار 150 ألف طن وكانت تبلغ من قبل 700 ألف طن أكدت الأمم المتحدة أن 32% من إجمالي واردات القمح في إفريقيا من عام 2018 إلى عام 2020 جاءت من روسيا وأوكرانيا مشيرة إلى العقوبات الغربية ضد روسيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما ترك ملايين الأثارقة يواجهون عدام الأمن الغذائي ويهدد استقرار الدول الإفريقية وأضافت الأمم المتحدة أنه توجد حاليا أكثر من 12 دولة أفريقية تعتمد على الواردات من روسيا وأوكرانيا للحصول على أكثر من 50% من إمدادات القمح مع اعتماد الصومال وبنين على روسيا وأوكرانيا للحصول على 100% من إمدادات القمح ووفقا لللجنة الدولية للصليب الأحمر يواجه نحو 340 مليون شخص في أفريقيا نقصا حادا في الأمن الغذائي وإلى كندا حيث بلغ معدل التضخم في شهر مايو الماضي نحو 7.7% ليقترب من أعلى مستوى في أربعة عقود ووفقا لمسح أجراه بنك الطعام الكندي فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% العام الماضي مما أكبر ما يقرب من ربع الكنديين على تناول كميات أقل وقالت المنظمة الخيرية أن نحو نصف الكنديين الذين يقل دخلهم السنوي عن 50 ألف دولار كندي يكافحون من أجل توفير ما يكفي من الطعام طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك الشركات التي لديها مساحات مكتبية للمشاركة في توفير الطاقة وذلك استعدادا لأزمة محتملة في الإمدادات وفي الوقت نفسي شدد روبرت هابك على تأمين إمدادات الطاقة بشكل خاص للأسرة والبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات ودور المسنين ومرافق الرعاية توقع الاتحاد العام للصناعة الإيطالية أن يتاجه اقتصاد البلاد إلى الانكماش بسبب تداعية الأزمة الروسية الأوكرانية وأضاف الاتحاد أن النمو الاقتصادي أعاقه عوامل مختلفة منها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع تكليف الشركات مع انخفاض مهوامش الربح ومحدودية القوى الشرائية للأسر وارتفاع أسعار الفائدة وضعف التجارة الدولية ووفقا للاتحاد فقد أظهر الانتاج الصناعي لإيطاليا بعد المرونة حيث تعافت السياحة وأيضا نمو صناعة البناء مددت نيزلندا تقليصها للضرائب على الوقود لمعالجة ارتفاع التضخم وتخفيف الأسعار في أسعار البنزين وقالت وزارة المالية أن الحكومة ستواصل الإجراءات التي خفضت الرسوم على الوقود بواقع 0.15 دولار للتر الواحد حتى نهاية يناير وخفض الرسوم النقل العام واستخدام الطرق وصلت شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية ونقابات الطيارين مفاوضاتها بشأن اتفاقات جماعية جديدة بعد التفاوض من أجل إنهاء الإضراب المستمرة منذ 14 يوما وتواجه الشركة المملكة بالأساس للسويد والدنمارك صعوبة في مواصلة المنافسة على خفض التكاليف منذ سنوات قبل أن تضرب جائحة كورونا قطاع الطيران وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي بعد التحية دكتور وزراء مجموعة العشرين خلال اجتماعهم بإندونيسيا سعوا لإيجاد حلول لأزمتي الغذاء والطاقة عالميا لماذا أخفقوا في الخروج بتوصيات لحل الأزمات العالمية في قطاعي الطاقة والغذاء؟ بالفعل التوقعات السلبية للأستصاد الأعالمي يمكن أن يتلعب دور أساسي في حالة التشاؤم التي تواجه العديد من بلد العالمي يمكن أن نحن نتحدث عن التوصيات والحلول يمكن الجزء الأقل أصعب هنا سل تنفيذ تلك التوصيات طبعاً يعني الدول مجموعة العشرين أو الدول الصمعية الصبع الكبرى والدول الأوروبية والخلاف ويمكن لا تملك بالمعنى المفهوم حلول سريعة لأزمة الطاقة لأنها ليست من الدول التي تنتج البترول ولا تنتج الغذ بكميات كبيرة أو ليست لديها القدرة أنها تؤثر فيها الأسعار العالمية وبالتالي طبعاً إحنا شايفين أن الدول المنتجة لأطاقة سواء بترول أو غاز يمكن هي المستفيد الأكبر خاصة دول منتج النفط هي المستفيد الأكبر من الارتفاع الكبير الذي حدث فيه أسعار البترول في الفترة الحالية وبالتالي يعني فكرة أنهما يكون فيه زيادة كبيرة في إنتاج البترول علشان نزيد المعروض منها يمكن إلى الآن تبدو صعبة إلى حد ما إلا إذا طبعاً حدث تغيرات عكس اتجاه تغيرات جديدة أو تغيرات طريقة مثلاً على سبيل المثال لو بنزويلة أو إيران حدث نوع من أنواع التسويات السياسية معهم وأنهم يقدروا يزودوا إنتاجهم من البترول هو ده الحل يعني الظاهر في الوضع الحالي أنه ممكن يقلل يعني زود المعروض من البترول ولكن طبعاً يعني إحنا أن أسعار الطاقة أو ارتفاع أسعار البترول يمكن هي السبب الأساسي اللي هي أثرت فيه معدل التضخم العالمي والأمر اللي خلى حتى البنك الدولي وفيه تقريره أفاق الاقتصاد العالمي الأخير يتحدث عن الرفوض التضخم الذي يسيب العالم كمان حتى أنه انعكساته لمعدل النمو في العام 22 و23 يتحدث أنه يحدث فيه تأرجح في معدل النمو يمكن بعد مكان متوقع في عام 22 معدل النمو أكثر من 4% يتحدث الآن على 2.9% وأنه عام 2023 إلا الآن يبدو أن ملامحه الآن أنه يمكن يحدث استباطئ في النمو أو يمكن معدل النمو ممكن يكون أقل أو في حدود عام 2022 إن لم يجد ضارق يعني صحيفة Financial Times البريطانية أكدت على سلسلة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية حول العالم والتي تعمل طبعاً على مواجهة التضخم المرتفع ما توقعاتك للنمو الاقتصادي على مستوى العالم؟ يعني طبعاً أنا زي ما قلت أن النمو الاقتصادي العالمي يعني وفقاً للتقارير الدولية كان يسبح في فلك 5.7% في عام 2021 لكن في عام 2022 طبعاً انخفض بشكل كبير إلى أقل من 3% بالإضافة لأن توقعات معدل النمو العالمي إلى عام 2024 لا تزال طبعاً نتيجة تعطل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة يعني إحنا دائماً بنقول عليه أن الطلب ضعيف أو الطلب مش يعني من الطلب منقول عليه الطلب المكبوط يعني طلب ضعيف وبالتالي يعني برضو السياسات النقضية الصعبة اللي امتهجتها أغلب البنوك المركزية زي رفع سعر الفائدة ده برضو يعني هيعطل شوية معدلات النمو على أمل أن معدلات التضخم تنخفض في حين أنه لما تنخفض معدلات التضخم ده بالتالي هيترتب عليه أنه ممكن ترجع الدول دي إن هي تخفض من سعر الفائدة وبالتالي لو خفض السعر الفائدة ده هيحفظ الاستثمار ويحفظ الاستهلاك وبالتالي يحفظ الضلب وبالتالي ده ممكن تعود مرة تاني للنشاط الاقتصادي مرة أخرى أن عدلة النشاط الاقتصادي تعود إلى صابق عهدها أشكرك شكراً جزيلاً الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي كنت معنا عبر الهاتف أحبطت قوات الأمن العرقية تنفيذ عملية إرهابية شمالي العاصمة بغداد وقالت خلية الإعلام الأمنية التابعة لرئاسة الوزراء العرقية إن قوات الأمن تمكنت من قتل إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد وشدد بيان لخلية الإعلام الأمنية على أن القوات الأمنية العرقية مستمرة في ملاحقة الإرهابيين أكد رئيس أركان الجيش العرقي الفريق أول ركن عبد الله يارلا أن بقايا الإرهاب أصبحت ضعيفة وغير قادرة على المواجهة وشدد يارلا على أهمية الاستمرار والضغط على ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي مشدداً بمستوى الإنجازات الأمنية التي تحققت في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد مؤكداً على ضرورة الاستمرار في تنفيذ العمليات على الأوكار المتبقية والمختبئة في مناطق السلاسل الجبلية والوديين سقط عدد من القتل والجرحة إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت فندقاً في مدينة جوهر بالقرب من القصر الرئاسي في ولاية هرشبيل الصومالية وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم نقل عشرات الجرحة إلى المستشفيات مشيرة إلى ضمار المباني المجاورة للفندق الذي يقيم فيه مسؤول الولاية أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن تأسيس صندوق برأس مال يبلغ نحو 817 مليون دولار لدعم قطاع الفضاء كما أطلق مبادرة جديدة لتطوير الأقمار الصناعية الرادارية الحديثة في غدون ذلك قال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي إن الصندوق يهدف إلى دعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء والمشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة وتطوير القدرات الهندسية الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء في اليونان تحطمت طائرة شحن بالقرب من مدينة كافالا شمال البلاد وذكرت مصادر صحفية أن الطائرة مملوكة لشركة أوكرانية كانت متاجهة من صربيا إلى أردن وأن الطيار طلب هبوطا اضطراريا بسبب مشكلة في المحرك لكن الإشارة فقدت وقالت فرقة الإطفاء في بيان لها إنها نشرت 15 من عناصرها و7 عربات إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع بعد الحادث أعلنت السلطات البريطانية تقديم الجرعة الرابعة المعززة من لقاح بايروس كورونا لكل شخص يبلغ من العمر 50 عاما فأكثر ابتداء من خريف العام الحالي وذلك في محاولة لزيادة المناعة وتقليل خطر الإصابة بالمرضة كما سيحصل على الجرعة الرابعة الأشخاص الأصغر سنًا الذين يعانون من أمراض قد تعرضهم لخطر كبير في حالة الإصابة وكذلك موظف الرعاية الصحية والاجتماعية في الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 691 إصابة جديدة بايروس كورونا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226 شخصاً هذا وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض دون تغير عن بيانات اليوم السابق وفي شنغهاي أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل 26 إصابة محلية جديدة منها حالة تم رصدها خارج مناطق الحجر الصحية أهلا بكم من جديد وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية حيث حققت الوزارة نجاحات كبيرة خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصبرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 387 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 24 مدرية أمنة وسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة سلاح مخدرات قتل وضبط معهم 205 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 52 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 883 قطع السلاح ناري أبرزها جرينوف 89 بندقية ألية 16 بندقية 47 مسدسا 630 فرد محل الصنع وكميات من الطلقات مختلفة العيرة ومئة خزينة إضافة لألف وثلاثمائة واسنتين قطعة سلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ أربعمائة وتسعة وخمسين ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرين حكما قضائيا من بينهم ألف وستمائة وتسعة حكم جنيا مائة وخمسة وستون ألفا وسلاثمائة واثنان حكم حبسا ومائتان وستة وعشرون ألفا وستمائة وعشرون حكم غرامة وستة وستون ألفا وسلاثمائة واربعة وتسعون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط تشكيل عصابي ضم أربعة متهمين قاموا بارتكاب حادثي سرق متنوع وتم كشف غموض أربعة وأربعين حادث ما بين حريق عمد وانتحال صفة وضبط مرتكبوها بإجمالي واحد وخمسين متهمن وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألف ومائة وخمس وعشرين قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها قرابة مائة وعشرة كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يقرب من سلاسمائة وأربعة وسبعين كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من سبعة وسمانين كيلو جرام وقرابة سبعة كيلو جرام من مخدر الآيس الشابو إضافة إلى ما يقرب من سبعة ونصف كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد ستة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين قرص مؤسر وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة واسنين وستين قرصة رامدول مخدر ومائتين وثلاسة وسبعين قرص كيبتاجون هذا وتقدر الحيم المالية للمواد المخدرة بحوالي أربعة وعشرين مليون جنيها كما تم ضبط خمسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وكذلك تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة سمانية عشر مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لوزارة التنمية المحلية بتأهيل ورفع كفاءة العاملين وبناء صف قيادي ثاني من قيادة المستقبل بالمحليات في الجمهورية الجديدة في هذا الإطار وفقت وزارة التنمية المحلية على بدء تنفيذ القطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي اعتبارا من منتصف شهر أغسطس القادم وتشمل 155 دورة وورشة عمل بنسبة زيادة 27% مقارنة بالعام التدريبي السابق وأوضحت الوزارة أن عدد الدورات المستحدثة بالخطة بلغ 65 دورة جديدة واستفيد من دورات الخطة التدريبية ما يقرب من 6000 متدرب ويتم تنفيذ الخطة خلال عشرة أشهر أعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومية لبحوث المياه عقد ندوة بهذا الشهر حيث استعرضت لجنة لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل حيث تبين أن معدلات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدل خلال شهر يوليو كما استعرضت السيناريوهات المختلفة للفيضان وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي وأليات إدارة فترة الأقصى للاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوى المياه ومشاهدنا ننوه لحضراتكم في خبر عاجل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في قمة بيترسبرغ للمناخ برئاسة مشتركة مصرية ألمانية حيث تولت القيادة أو تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالمصريين في مختلف دول العالم خاصة وأن الجاليات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر وأخط الدفاع الأول عن الدولة الخارجية في هذا الإطار أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن عدد الكيانات المصرية والأفراد الذين قاموا بالتسجيل للمشاركة في نسخة ثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والمقارر عقده في الرابع عشر من أغسطس المقبل بلغى 335 مصريا ممثلين لتلاتة وخمسين كيانا إضافة للتسجيل الفردية وذلك من 37 دولة حول العالم بهدف التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر في الدول المختلفة اشتركوا في القناة أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق ثلاث قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تستمر حتى غد للكشف والعلاج مجانا في تخصصات النساء والولادة وخدمة تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية موضحة أن هذه القوافل تغطي محافظات الإسكندرية وأسوان والوادي الجديد أطلقت مدرية الصحاب أسوان القافلة العلاجية المجانية بمنطقة صحراء التابعة لمركز أسوان وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمت القافلة عشرة تخصصات طبية وأكثر من 230 نوعا من العلاجة وشهدت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء جراحات وأشعة رانين مغناطيسي ومقطعية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتستمر أعمال القافلة حتى غدا لتنين بنفس المنطقة وإلى البرصة المصرية حيث أنهت تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 1 من 10% كما ارتفع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة 17 من 100% واستقر مؤشر إي جي أكس 100 عند مستوى 2484 نقطة شاهدين وصلنا إلى ختم النشر هذه عنوين والأخبار الرئيس السيسي يصل إلى برلين للمشاركة في حوار بترسبورغ للمناخ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غدائية جراء تداعيات الأزمة العالمية روسيا تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين وتندد بتهديدات كييف حول مهجمة القرن انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري إلى اللقاء اشتركوا في القناة